كشف الممثل الخاص للرئاسة التركية بشأن العراق ويسل آر أوغلو أن رئيس الوزارة عادل عبد المهدي سيجري زيارة للتركيا في الخامس عشر من آيار الجاري يلتقي خلالها الرئيس رجب طيب أرجوغان وذكرت وكالة الأناظول أن البرلمان التركي ضيف اجتماعا برئاسة آر أوغلو وناقش مقترحات المشارع والحلول المتعلقة بإزالة مشكلة المياه في العراق وفي كلماته الافتتاحية للاجتماع قال أوغلو أننا نقوم حقا بعمل مهم جدا لأن العراق جارنا وتنفيذ أعمالا مهمة متعلقة بالمياه والطاقة